برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وحلقتنا بعنوان مكارم الأخلاق والتنازل عن الزوجات والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب وخلينا نشوف السؤال يعلم الإسلام الزوجين أن يحب أحدهما الآخر وأن يلتصق ببعضهما البعض بعد الزواج والعيش مع بعضهما البعض بطمأنينة وسكينة لدي بعض الالتباسات حول الحديث التالي على الرغم من أن نية ابن الربيع هي نكران الزيت إلى حد بعيد أليس من الظلم أن تكبر زوجته التي تحبه كثيرا على الانفصال عن زوجها دون زنب منها ويتم تزوجها من رجل جديد ربما تسبب لها بألام كثيرة واضطرابات بسبب الانفصال كيف يمكن للرجل أن يقول لزوجته أن تتزوج من غيره بعد أن طلقها هل من تعليم الإسلام أن يطلق الزوجة الحبيبة ويخبرها أنه يطلقها لأنها ينبغي أن تتزوج من رجل آخر هل هذا سبب مشروع ثلاثة إذا طلق ابن الربيع إحدى نساءه ورفضت الزواج من ابن عوف أفلا يكون الضرر أكثر من النفع أربعة في الحديث أخبر ابن الربيع ابن عوف أنه يمكن أن يختار أي من زوجتيه هل يسمح الإسلام الرجل غير المحرم بالنظر والاختيار من بين المتزوجات بالفعل يبقى هنا فيه تساؤلات كتير لكن نقول هو بيتكلم عن أي حديث للناس عشان فيه ممكن ناس كتير ما تعرفش الحديث لما الرسول آخر بين المهاجرين والأنصار فسعد ابن الربيع قال له عبدالله بن عوف أنه يطلق له واحدة من زوجاته اللي تعجبه فيهم وهو يتجوزها فالسائل بيسأل كذا سؤال السؤال الأول أن ده مش من الظلم أنه بتجبر مراتك اللي أنت بتحبها أنه هتتطلق وتتجوز رجل تاني وده ممكن يكون بيسبب لها ألم والسؤال التاني هل من تعليم الإسلام أن الرجل يطلق مراته ويقول لها هتطلقك عشان فلان هيتجوزك هل ده يعني سبب مشروع والسؤال التالت لو ابن الربيع طلق واحدة من زوجاته وبعدها هي رفضت تتجوز اللي هو رشحه ليها جزها هل ده مش ضرر أكتر والسؤال الرابع أن الحديث ذكر أن ابن الربيع قال لابن عوف اختار واحدة من زوجاته وهنا بيسأل هل الإسلام بيسمح للرجل الغريب بالنظر للزوجات ويختار بينهم قبل ما تتطلق واحدة فيهم وخلينا نشوف الإجابة بتقول إيه روى البخاري عن أنص رضي الله عنه إنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخر رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين وليه امرأتان فأنظر أعجب هما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك إلى آخر الحديث والحديث تصحيح يعني هو حديث صحيح هو اللي بيقول يبقى الحديث ده موجود فين في البخاري الرسول الإسلام أخى بين عبد الرحمن بن عوف وده من المهاجرين وسعد بن الربيع وده من الأنصار وقال سعد كده أنه أكثر واحد من الأنصار مال وأنه هيقسم ماله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وكمان عنده زوجتين قال له يعني شوف أحلى واحدة فيهم أطلقها لك وأول ما تخلص العدة بتاعتها تتجوزها وخلينا نكمل الإجابة وهذا من عظيم الإسار أن يقدم الإنسان أخيها لنفسه في ذلك فلم يكتف أن يترك له إحدى زوجاته بل يخيره ليختار أفضلهن وقد كانت تحته إمرأتان كما جاء عند أحمد قال سعد وتحتي إمرأتان فأنظر إلى أيهما أعجب إليك حتى أطلقها وهنا بيقول أن ده من أعظم الإسار يعني بيفضل غيره على نفسه مش بس بيطرك لي واحدة من زوجاته لا ده كمان سابه يختار الأحلى والأفضل وأنا عايزك كده كمسلم تتصور نفسك طفل وأبوك بيعرض ممطق يعني على راجل تاني ويقول له إيه رأيك هل ده طبيعي ولا يعني معاملة الإسلام للنساء زي معاملة الجواري فبيقول له في الحديث وتحت إمرأتان فأنظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها إحنا في مصر لو راجل عمل كده بيسموا يعني عدي من النخوة والشرف وكلام كتير ومش حالو يعني خلينا نكمل الإجابة ولهذا مدح الله الأنصار بقوله سورة الحشر تسعة قدامك على الشاشة وهذا ليس خاصا برجال الأنصار بل نسائهم كذلك ولا شك أن سعد بن الربيع رضي الله عنه يعلم من حال نساء وإيمانهم إنهم لم يقبين هذا الإسار ولن يخزلنه وتترك المرأة زوجها وتتزوج من غيره وتحقيقا لرغبته ومشاركها له في الأجر والتقرب إلى الله بصراحة أنا هنا الإجابة كانت صدمة بالنسبة لي هنا بيقول أكيد سعد بن الربيع عرف نساءه إنهم مش هيمنوا والخالص إنهم يتطلقوا ويروحوا مع راجل تاني وإن ده من إيمانهم إنها تستطيع تترك جزها وتتطلق وتروح مع راجل تاني ده الإيمان يا جماعة والتقرب إلى الله وإنهم مش هيخزلوه عشان تاخد الأجر والسواب يعني والتقرب إلى الله وبصراحة يعني الإجابة من فجآني يعني وبتخيل كده أي إله وأي رسول يعني موافقين على كده إن واحدة جزها يطلقها ويديها الراجل تاني وهو ده الإيمان والتقرب إلى الله وإن ده عادي يعني مفوش أي مشكلة وإن كامل الإجابة فلا ينبغي أن نقيس حال القوم على حالنا وعظيم شحنا فلقد كانوا فوق ما نتصوره بمراحل ثم أن العرب كانوا لا يأنفون من ذلك أي أن يطلق الرجل امرأته ثم تنكح غيره وكان أمر الطلاق والنكاح عندهم يسيرا وإلى آخر الكلام يعني بيقولك ده محدش يقسحل القوم ده يعني الأنصار والمهاجرين على حالنا دلوقتي دول كانوا قرامة مش زيك يا مسلم أنت دلوقتي بخير مش بتعرض مراتك على الرجالة المحتاجة أن هم يتجوزوا وكمان ما كانوش يعني يأنفوا من الفعلة دي وأمر الطلاق والنكاح دي كانت حاجة سهلة كده مش زي ما أنت بتفتكر يعني دلوقتي أنه هو مساق غليز وبراطك وعيب وكلام ده كله ده ما كانش أيام زمين ونكمل الإجابة ثانيا الطلاق من غير سبب وحاجة مكروه وقيلة يحرم وهنا حاجة عظيمة وهو إيواء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الطلاق من غير سبب ده مكروه بس هنا فيه سبب وحاجة عظيمة اللي هي إيه إن المهاجرين لازم يتجوزوا فالأنصاري يطلق له واحدة طيب ما فيه حل تاني أنا ممكن أعرضه عليكو يعني ما يتجوز واحدة مش متجوزة إيه يعني تعالى وفرجك على نساء إيه واختار أحلى واحدة فيهم إيه جماعة كلام الفضي ده كلام ما يصحش وكلام عيب وخلينا نكمل الإجابة ثالثا التعليق على فعل الصحابي الوارد في الأسر اختيار أعجب الزوجتين لا توقف على النظر إلى المرأة فعوامل الإختيار الأخرى كثيرة كنسبها وسنها وكونها زيت ولد أو لا هذا مع أن الحجاب كان لم يفرد بعد فالرؤية متاحة كما يمكن الوصول إليها عن طريق النساء والمهم أن ذلك لم يحصل فلا داعي لإفتراض الطريقة التي كان سيتم بها الاختيار وإنما الذي حصل سجل في الصحائف هو هذا الإيثار الفريد الذي جعله الله صفة من صفات أنصاره وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم ولا داعي للتخيل والإفتراض والتكلف فحسبنا أن الله مدح هؤلاء رضي الله عنهم وأنهم أصاروا فقابل أخوانهم المهاجرون ذلك بالتعفف هنا بيقول أن الحجاب ما كانش تفرض والرؤية كانت متاحة ومحدش يقعد بقى يتخيل إزاي يعني عرضهم وهو تفرج لأن مثلا عشان شكلها بس المهم في حاجات تانية غير شكلها زي إيه بتخلف ولا لأ سنة صغيرة ولا لأ كبيرة ولا لأ يعني الإجابة إيه بتزود الطينة بلة يعني أنا شايفة أن الإجابة بتزود إن هو هيخليه خطر مش بس المنظر لا والنسب والسن والبتخلف وقعد هو اللي يتخيل يعني وأنا يعني تحليل الشخصي إنه مرضيش ياخد واحدة من الزوجات إنهم كانوا وحشين تحليلي أنا زي ما هو قاعد يحلل أنا برضو من حقي يعني ويمكن ولا واحدة فيهم أصلا عجبته والمهم امنع التخيل عرضهم عليه إزاي ما لكش دعوه ما تتخيل شون كامل الإجابة وذلك الذي هم به الصحابي لم يقع ولم يحدث فما حاجتنا إلى تكلف السؤال لو كان وقع كان فيه مفسدة وكان فيه ظلم وكان فيه كيت وكيت هذا أمر لم يقع فقط علينا بجوهر القضية وزبطة القصة عظيم الإيصارة الذي كان عليه أصحاب النبي ومحبة الخير لإخوانهم وترك الشح حتى في أعز الأشياء وألصقها بالنفس فكيف بغيرها ورح قرأ سورة الحشر عشرة طيب أنا دلوقتي باخد رأيكم هل دي من مكرم الأخلاق اللي علمها الرسول للصحابة أن هم يتنازلوا عن زوجتهم لبعض ودي طريقة الإخاء بينهم والحديث طبعا زي ما أنتم شفتوا في البخاري وصحيح وأعتقد أن صاحب السؤال كان مستاء بس بعد الإجابة استق أكتر وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة